اهلا ومرحبا بكم عزائي الطلبة في درس جديد من دروس الجغرافية للصف الثالث المتوسط درسنا لهذا اليوم المناخ والنبات الطبيعي المناخ هو حالة الغلاف الغازي في منطقة ما ولفترة طويلة ويمكن التعرف عليه من خلال قياس عناصره وهي الحرارة الضغط الجوي الرياح والانطار ما هي الصفات العامة لمناخ العراق يتصف عزيز الطالب مناخ العراق بالصفات التالية اولا التطرف الكبير في درجات الحرارة اي وجود فرق كبير بين درجة حرارة الليل والنهار ودرجة حرارة الصيف والشتاء ثانيا قلت الانطار الصاقطة وثالثا شدة الاشعاع الشمسي ما الاسباب التي جعلت مناخ العراق يتصف بهذه الصفات؟ هناك عوامل مؤثرة في مناخ العراق منها الموقع بالنسبة لدوار الأرض لاحظ عزيز الطالب أن العراق يقع في القسم الجنوبي من المنطقة المعتدلة الشمالية بين دائرتين عرض 29 إلى 37 شمالا وهذا الموقع هو الذي يحدد مقدار الزاوية التي تعملها أشعة الشمس كما أنه هو الذي يحدد طول النهار وطول الليل وكما تعلم عزيز الطالب أن الأشعة العمودية تتركز عند سقوطها على سطح الأرض في مساحة محددة كما أنها تقطع مسافة أقل من الغلاف الغازي في طريقها إلى سطح الأرض عكس الأشعة المائلة ولذلك فالحرارة التي يكتسبها سطح الأرض من الأشعة العمودية أكثر مما يكتسبه من الأشعة المائلة في فصل الصيف تسقط أشعة الشمس عمودية وشبه عمودية على العراق فأصبح نهار الصيف طويلا حوالي 14 ساعة فترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء العراق بينما تنخفض درجات الحرارة شتاءا لقصر النهار حوالي 10 ساعات وأشعة الشمس الصاقطة تكون مائلة وشبه مائلة أما العامل الثاني من العوامل المؤثرة على مناخ العراق الموقع بالنسبة للبحار لاحظ عزيز الطالب موقع العراق بالنسبة للبحار المجاورة تجدوا أن اليابس الصحراوي يحيط بالعراق من الغرب والشرق والشمال ويكاد ينعدم تأثير البحار القريبة كالبحر الأسود البحر الأحمر وبحر قزوين بسبب وجود الحواجز الطبيعية وبعد المسافة وهذا جعل مناخ العراق يتصف بالقاري المتطرف أما أكثر البحار تأثيرا في مناخ العراق فهو البحر المتوسط فتصل منخفضاته الجوية وهي عبارة عن كتلة هوائية رطبة إلى العراق في فصل الشتاء مسببا تساقط الأمطار وتغييرات في درجات الحرارة أما الخليج العربي فتأثيره قليل لضيق المساحة التي يطل عليه العراق وهي لا تتجاوز ستين كيلومتر وتؤدي إلى هبوب رياح دافئة رطبة تسبب سقوط الأمطار عند التقائه بالرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء كما يؤثر التضاريس في مناخ العراق أن تباين أشكال سطح العراق كما عرفنا سابقا له تأثير كبير على درجات الحرارة وكمية الأمطار واتجاه الرياح فتنخفض درجات الحرارة وتزيد كمية الأمطار الساقطة كلما تقدمنا من الجنوب إلى الشمال لماذا؟ هذا؟ نعم عزيز الطالب بسبب عامل الارتفاع ولذا نجد تركز المصايف في شمالنا الحبيب كما تعمل التضاريس الأرضية على صد الرياح الغربية وتغيير اتجاهها مع امتداد السلاسل الجبلية من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي فتصبح رياح شمالية غربية نحاول الآن التعرف على خصائص مناخ العراق خلال فصول السنة المختلفة يتركز مناخ فصل الصيف في أشهر حزيران تموز وآب حيث تكون أشعة الشمس عمودية وشبه عمودية على النصف الشمالي من الكرة الأرضية فنلاحظ أن درجات الحرارة في فصل الصيف تتميز بما يلي ارتفاع معدلات درجات الحرارة في جميع جهات العراق لاحظ عزيز الطالب خريطة توزيع الحرارة في فصل الصيف تجد أن معدلات درجات الحرارة تتحدد بين 28 درجة مئوية في أقصى شمال العراق ودرجة 36 مئوية في الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق وهذا يوضح ارتفاع معدلات درجات الحرارة في جميع جهات العراق في فصل الصيف كذلك نلاحظ اختلاف درجات الحرارة بين الشمال والجنوب فمعدلات الحرارة التي تشير إليها خطوط الحرارة 34 و36 تغطي معظم الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق وتأخذ هذه المعدلات بالتناقص إلى 32 ثم 28 درجة مئوية في شمال وشمال شرق العراق مما يدل على اختلاف درجات الحرارة بسبب تفاوت الارتفاع كذلك نلاحظ يكون المدى الحراري اليوم كبيرا فتسجل حرارة النهار 45 درجة مئوية في حين تنخفض حرارة الليل إلى 27 درجة مئوية بسبب جفاف المنطقة وقلة وصول المؤثرات البحرية أما توزيع الضغط والرياح في فصل الصيف يقع العراق في فصل الصيف ضمن منطقة الضغط المخفض التي تتركز على الخليج العربي بينما يتركز الضغط العالي في هضبة الأناظول في الشمال وعليه تهب على العراق في فصل الصيف الرياح المعروفة بالشمالية أو الغربية من هضبة الأناظول وتساعد على تلطيف درجات الحرارة لكونها قادمة من منطقة باردة كما تهب الرياح الجنوبية الغربية من شبه جزيرة العرب وتكون حارة محملة بالغبار في أغلب الأحيان أما الرياح الجنوبية الشرقية فتهب من الخليج العربي وتتميز بحرارتها ورطوبتها النسبية العالية أما بخصوص أنصر المطر والرطوبة فنلاحظ عزيز الطالب ينعدم سقوط الأمطار في جميع أنحاء العراق في فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الذي يعيق التكاثف وكذلك توقف وصول المنخفضات الجوية للبحر المتوسط كما يمتاز هذا الفصل بقلة معدلات الرطوبة النسبية ونلخص مناخ الصيف بأنه مناخ حار جاف أما خصائص مناخ العراق في فصل الشتاء وتتركز في شهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط فنلاحظ على درجات الحرارة تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء العراق لاحظ عزيز الطالب خريطة توزيع الحرارة في فصل الشتاء تجد أن معدلات درجات الحرارة تتحدد بين 2 درجة مئوية في أقصى شمال العراق و12 درجة مئوية في جنوب العراق مما يشير إلى انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء العراق في فصل الشتاء وقد تنخفض درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي في بعض أيام الشتاء في وسط وشمال العراق كما نلاحظ تناقص معدلات درجات الحرارة كلما تقدمنا باتجاه الشمال لاحظ خط الحرارة المتساوي 12 مئوي يتركز في جنوب العراق ثم تأخذ المعدلات الحرارية بالتناقص كلما تقدمنا باتجاه الشمال فنجد خط 10 ثم 8 ثم 6 و4 ثم درجتين مئويتين في أقصى شمال العراق بسبب تفاوت الارتفاع بين أقسام سطح العراق كما يوجد مدى حراري كبير بين درجة حرارة الليل ودرجة حرارة النهار أما توزيع الضغط والرياح في فصل الشتاء تمر على العراق في فصل الشتاء المنخفضات الجوية للبحر المتوسط وتسبب سقوط الأمطار وتهب الرياح الغربية والشمالية الغربية من مناطق الضغط العالي في الشمال متجهة نحو مناطق الضغط المنخفض في وسط وجنوب العراق وتهب من الخليج العربي الرياح الجنوبية الشرقية وتسبب سقوط الأمطار بعد التقائها بالرياح الشمالية الغربية وقد تهب في بعض أيام الشتاء رياح شرقية أو شمالية شرقية قادمة من وسط آسيا وتسبب انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة أما الأمطار فتسقط على بلدنا العزيز في فصلي الشتاء والربيع وتمتد فترة سقوط الأمطار من أواخر فصل الخريف إلى نهاية فصل الربيع ويلاحظ عزيز الطالب على أمطار العراق أنها تتصف بتذبذب كمياتها من سنة إلى أخرى وكونها أمطار شتوية وربيعية كما تمتاز بقلتها باستثناء المنطقة الجبلية لاحظ خريطة معدل سقوط الأمطار في العراق تجد خط المطر المتساوي ميت مليمتر يغطي معظم الأقسام الجنوبية والجنوبية الغربية من العراق وخط المطر ميتين مليمتر يغطي معظم الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق وهي كميات قليلة لا يمكن الاعتماد عليه في الزراعة وتأخذ كميات الأمطار الساقطة بالزيادة كلما تقدمنا شمالا في المنطقة المتموجة والجبلية فخط المطر المتساوي أربعمائة مليمتر يمر بمدينة الموصل وخط خمسمائة مليمتر مطر في مدينة كاركوك وخط ستمائة مليمتر في مدينة أربيل حتى نصل إلى خط المطر ألف مليمتر في أقصى شمال وشمال شرق العراق مما مليمتر يوضح لنا أثر التضاريس وعامل الارتفاع على كمية الأمطار الساقطة عزيز عزيز الطالب بالإضاف بالإضافة يعداني يعداني من أكثر فصول السنة اعتدالاً في درجة حرارتهما لأن شعة الشمس الساقطة تكون مائلة ميلاً معتدلاً بالنسبة لبقية أيام السنة وكذلك طول النهار مساوياً لطول الليل كما يعدان فصلين منطرين ولا يزيد طول فصل الربيع على الشهر في جنوب العراق بينما يكون طوله شهرين في الشمال أما فصل خريف فلا يزيد طوله على شهرين في مختلف مناطق العراق بعد أن عرفنا مناخ العراق وخصائصه ننتقل عزيز الطالب إلى دراسة النبات الطبيعي النبات الطبيعي هو ما ينمو بصورة طبيعية دون تدخل الإنسان في ظروف إنباته ويتأثر النبات الطبيعي في توزيعه وخصائصه بالمناخ التضاريس والتربة ويعد المناخ أهم هذه الأوامل لأن اختلاف ظروف المناخ من منطقة إلى أخرى من حيث الحرارة والمطر يؤثر في أنواع النبات الطبيعي لأن لكل نوع ظروف معينة يحتاجها لكي ينمو وعلى أساس دراستنا للتضاريس والمناخ في العراق نقسم النبات الطبيعي إلى الأقاليم التالية إقليم الغابات والحشائش الجبلية يوجد هذا الإقليم في المنطقة الجبلية التي تعتبر من أكثف مناطق العراق بنباتها الطبيعي بسبب وفرة أنطارها واعتدال مناخها وتتكون معظم غابات الأشجار فيها من البلوط إضافة إلى أشجار الجوز وحبة الخضراء وأشجار الصنوبر أما في الوديان الجبلية فتنمو أشجار الصفصاف الحور القوغ والتوت والدفلة كما تنمو الأعشاب على سفوح المنطقة الجبلية وتستثمر كمراعي طبيعية للمعز والأغناء أزيز الطالب أن معظم أشجار هذه الغابات كان أرضة للقطع المستمر مما سبب قلتها في المنطقة الجبلية وعرض التربة للإنجراف وخاصة في السفوح المنحدرة أن أشجار هذه الغابات ثروة وطنية ومادة أولية للصناعة فالحفاظ عليها يتطلب وضع سياسة تمنع القطع العشوائي للأشجار وزراعة أشجار جديدة بدل الأشجار التي تقطع ثانياً أدى أقليم الأعشاب القصيرة يوجد هذا الأقليم في المنطقة المتموجة وتعتبر أهم مناطق الرعي في العراق وتختلف هذه النباتات في خصائصها وتوزيعها فهي تميل إلى خصائص النباتات الصحراوية عند حدود الإقليم الجنوبية إذ لا تزيد الأمطار الساقطة على 200 مليمتر بينما تقترب من خصائص حشائش المنطقة الجبلية في حدودها الشمالية إذ تصل كمية الأمطار الساقطة إلى 400 مليمتر ومن أشهر نباتات هذه المنطقة العشاب المختلفة كالكعوب والأنيمون الإقليم الثالث من أقاليم النباتة الطبيعة في العراق إقليم النباتات الصحراوية تسود هذه النباتات في حوالي 70% من مساحة العراق فتشمل الهضب الغربية ومعظم أقسام السهل الرسوبي بسبب قلة الأمطار الساقطة والتي تتراوح في كميتها بين 50 إلى 100 مليمتر وتسقط في فصل الشتاء فقط لذا تكيفت النباتات لمقاومة الجفاف عن طريق جذورها الطويلة أو تكون أوراقها إبارية صغيرة أو تكون خازنة للماء وتقسم النباتات الصحراوية إلى قسمين النباتات الحولية والنباتات المعمرة النباتات الحولية وهي نباتات تنمو لفترة قصيرة من السنة عند سقوط الأمطار وتوفر درجات الحرارة الملائمة ولكن تنتهي دورة حياتها مع نهاية فصل الشتاء والربيع ومن أهم هذه النباتات الشعيرة الصمعة الخباز الزباد وغيرها من حشائش الصحراء وأعشابها القصيرة أما النباتات المعمرة وهي نباتات دائمية كيفت نفسها لمقاومة فصل الجفاف الطويل ودرجات الحرارة العالية إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم شكرا لكم أعزائي الطلبة وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر